ويأتي هذا اللقاء ليتيح لنا فرصة سماع شهادات من قاوموا هذه الطيارات أو من اكتووا بنارها أو بنار طيارات غابرة لا تقل عنها ضراوة في محاولتهم للتعبير عما يجيش في نفوسهم وما يدور في مخيلتهم وإنني إذ أسهم في هذا العمل الجماعي فإنما أفعل ذلك لأنني أنتمي إلى هؤلاء الذين يؤمنون بدور الثقافة في المجتمع وأريد أن أحسب في معية الرواد الذين قدموا لمجتمعاتنا في الماضي الكثير الكثير الذين كانوا كما قال عنهم طاه عسين لم يفكروا إلا في شيء واحد هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة لا يردون إلا أن يقرأوا أبناء الشعوب العربية وأن ينتفعوا وأن تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية التي نحيها ومن ثم أقف أمامكم اليوم في مطلع هذا اللقاء مؤكدا على هذه الرؤية مقتنعا بأنه يجب أن أحرص في كلماتي على التزام أقصى ضرقات الصدق المصارحة الودود وأنا أدّي لكم بشهادتي في تلك اللحظة عن رؤيتي المتواضعة للأسئلة التي تطرحها ثقافتنا العربية في مواجهة ثقافة العصر الذي نحياه بكل آماله وتحدياته بإنجازاته وإخفاقاته مرددا بذلك ما أعتبره أمانة في عنقي أن أقوله في شتى منابر الفكر والدراسة والتي كان آخرها الجامعة العربية ببيروت سيداتي ساداتي على الرغم من أننا تعودنا الآن نسبيا على نقض الذات بل وجلدها في أحيان كثيرة فإننا لا نزال بحاجة إلى مراجعة استراتيجياتنا الفكرية تلك التي تقود حركتنا الجماعية لكي تتسقوا مع اتجاهات أفراد منا أبصروا طريق المستقبل ودعونا لكي نتابعهم في هذا الطريق ودعونا للمضي فيه قدما ولكننا لم نملك حتى الآن الإرادة الجمعية ولا الوعي الضروري لمتابعة هذه الطليعة الرائدة من قادة الفكر عندنا وربما كان موقعي حيث علاقاتي المباشرة بالتحولات المعرفية والفروق الهائلة بين الثقافات الإنسانية ومعاناة أحيانا في اليوم الواحد بين درجات الحرارة في مختلف القارات ما يتيح لي أن ألمس التباين الجذري فيما يشغل الناس شرقا وغربا ينوبا وشمالا مما يسمح لي مدفوعا بقوة الانتماء أن أسمي الأشياء بأسمائها في مظاهر التخلف والتقدم دون رضوخ لمبررات أو استسلام لحتمية الأسباب فأقول قولي هذا لأنني واحد من أبناء هذه الأمة العربية يعتز بمضي لكنه لا يقدسه بل يحاول أن يكون وفيا له بتجاوزه والتفوق عليه ولا يرى أي تموانع هيكلية تحول بيننا وبين التقدم السريع في طريق البناء الحضاري الخلاق